جاء قانون المالية لسنة 2023 شبه خال من الضرائب الجديدة خاصة تلك التي تمس جيب المواطن استراتيجية تجذلت في قوانين المالية منذ مجيء الرئيس عبد المجيد تبون واعتلائه سدة الحكم حيث انطلقت سلسلة من الإصلاحات الجبائية والتسهيلة الضريبية صعيا لتكريس العدلة الاجتماعية إلغاء جزئي أو كلي لبعض الضرائب وهذا ينعكس على بعض القطاعات من أجل تحسين الإنتاج لقطاع معين على قطاع آخر وتحسين كذلك القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن إذن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة حاول تعديل أو تحقيق العدل الاجتماعي خلال قوانين مالية إذن أبرزها قانون مالية لسنة 2022 إذن إلغاء أو تعديل من ضريبة على الدخل الإجمالي رئيس الجمهورية يشدد كل مرة على ضرورة إصلاح النظام الضريبي بشكل عاجل وملح عبر تبسيط الضريبة وتوسيع مساحتها واستخدام الرقمنة حيث انطلقت في هذا السياق المديرية العامة للضرائب في رقمنة تعاملاتها لضمان تحصيل ضريبي دقيق وبعيد عن الإجراءة البيروقراطية إذن لا يخفى لكم أن رئيس الجمهورية يحث في كل تدخلاته على رقمنة قطاع الضرائب خاصة إذن رقمنة قطاع الضرائب تسمح بالشفافية في التحصيل الضريبي وبالتالي إذن كل الناس سواسية أمام القانون في التحصيل الضريبي لماذا إذن شريحة العمال تدفع الضريبة على الدخل الإجمالي وهناك تهرب لدفع أو تحصيل الضرائب من شرائح أخرى وبالتالي إذن رقمنة القطاع إذن المجتمع يكون سواسية فيما يخص الضريبة أو التحصيل الضريبي غياب العدلة الضريبية يفسره الكثيرون بالتناقض الحاصل في التحصيل حيث يكون آليا من رواطب الموظفين فيما يكون بناء على التصريح في النشاط الاقتصادي الحر وهو الأمر الذي يزيد من نسب التهرب الجبائي ما يستلزم إيجاد حلول عاجلة لاستقطاب الاقتصاد الموازي بمنح التحفزات والضمانات